بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله مع شرح موقع كنفا موقع كنفا يعتبر بديل ممتاز جدا للناس اللي لسه ما عندهاش خلفية عن برنامج إلستريتور وبرنامج الفوتوشوب وحبدين يبدأوا في مجال التصميم لو حابب هذاك ترفع تصميمك وتبيعها على مواقع بيع تصميم مختلفة التي تكلمنا عليها في القناة ممكن حاجة تبدأ بموقع كنفا وبعد كده تبدأ تحترف التصميم على برنامج الفوتوشوب أو برنامج إلستريتور موقع كنفا زي ما احنا شايفين كده قدامنا بيسمح لك انك انت تصمم عليه أي تصميم وبعد كده تعمل لها دون لود عندك على الكمبيوتر وبعدين ترفعها على مواقع بيع تصميم مختلفة وطبعا ده كله بنلجأ له عشان ارتفاع أسعار برنامج زي برنامج إلستريتور وبرنامج الفوتوشوب زي ما احنا شايفين كده دلوقتي برنامج إلستريتور وصل ثمنه 21 دولار شهريا يعني حرك تقريبا 330 جنيه مصري لو سعر الدولار 15 جنيه و70 قرش يعني 21 دولار ولو حديك حابة تشتري كل التطبيقات بيبقى ب53 دولار ده طبعا بيتيح لك تطبيقات كثير جدا فلو حديك هتشتغل على اكتر من برنامج او اكتر من برنامجين يعني ثلاث برامج بالزبط يبقى افضل لك انك انت تتنزل كل التطبيقات ب53 دولار او لو مش حابة بقى تشتغل على خطة الاسعار بردعة ادوبي وما تنزلش برامج ادوبي خالص هتلجأ لموقع زي موقع كنفا طيب نشوف كده دلوقتي موقع كنفا هنتعامل معها ازاي عشان تبدأ دعمل في الموقع مع موقع كنفا لازم حدك تكون اا بتستعين بتصاميم خارجية من خارج الموقع لان الموقع عليه تصاميم كتير جدا بس معظم التصاميم الممتازة اللي عليه بتكون بفلوس يعني لازم حدك تفاعل اا البريميوم يعني تدفع فلوس شهريا للموقع عشان ينزل لك تصاميم اا قويسة تقدر تستخدمها وتبيعها خارج الموقع لكن لو حدك هتستعين بتصاميم خارجية يبقى طبعا اا موقع كنفا هيسيبك تنزلها مفيش مشاكل بس لازم حدك لا تتعب بقى وتلف وتجيبها وتدور عليها طب نجيب بقى تصاميم الكويسة دي منين انا كنت اتكلمت على في القناة هنا على في فيديو اسمه اهم المواقع للمصممين حضرك تقدر ترجع له اا في مواقع كتير جدا مواقع صور مواقع خطوط مواقع تحميل الملفات فيكتور وايكونات وملفات الستوريوتور زي ما احنا شايفين كده الوقت تدرج لوني مقب تقدر حدك ترجع للفيديو ده وتختار اكتر من يعني تختار اثنين او ثلاث مواقع لمواقع البي ان جي وتبدأ في عمل داونلود للبي ان جي وترفعها على مواقع كانفا وتشتغل عليها طيب من افضل مواقع اللي انا شفتها اللي موجودة داخل الموجودة في الفيديو اللي كلمنا فيه عن اهم المواقع المصممين في موقع اسمه بي ان جي تري ده مواقع كويس جدا وفي موقع تاني هنا بي ان جي اه ثري بي ان جي لو شوفنا مثلا بي ان جي تري لو مثلا احنا حابين نعمل تصميم اه للام مسلا فنكتب ماظر كلمة ماظر م او تي اتش اي ار وتضغط انتر يجيب لك الاف الصور الى تتناسب مع الام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي يجيب لك امهات كتير شهرين ولدهم اه كلها صور بان جي مرسومة طبعا على برنامج الان جيلستوريطور مش صور حقيقية تقدر تختار اي صورة من دول وتنزلها عندك على الكمبيوتر وبعد كده ترفعها على مواقع كنفا وتعمل عليها تصميم لو وقفنا على الصورة دي مسلا انا عايزين نحملها لو اخترت البي اي سي دي اللي هي تشتغط الفوتوشوب عشان تفتحها بلانجة وتعدل عليها هيطلب منك فلوس هيطلب منك تفعيل العضوية بتاعتك من العضوية مجانية بفلوس كل شهر طب احنا نختار البي اني جي نضغط على البي اني جي يقول لك بقى هنا فري داونلود ولا انليمت داونلود لو فري داونلود ما سموه ليك باتنين تحميلة يوميا يعني في اليوم الواحد تعمل اتنين تحميلة فقط فانا اختار مسلا الفري داونلود انا عملت تحميلة النهاردة فافضل لي واحدة فري اضغط عليها هنا بيقول لك شير بفور داونلود مش مشكلة نعمله اي شير كده وبعد كده يبدأ هو في تحميل الصورة على الكمبيوتر هنا نعمل حفز الملف تظهر لنا بعد كده نقفل بقى دي خلاص مش محتاجينها تظهر لنا بعد كده الصورة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ممكن ندخل بقى ونجيبها هتيجي برضو بصيغة البي اني جي يعني الخلفية بتاعته شفافة نقدر نستخدمها في اي تصميم عندنا هنا نعمل مسلا كت ونطلع برة على الديسك توب كده جاب لنا الصورة بخلفية شفافة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي لما بنحطها لأي حاجة بتجيبها بخلفية اللي هراها دي بخلفية شفافة نقدر نستخدمها على موقع آآ كنفا ونقدر بعد كده نعمل عليه اي تصميم ونعرضه للبيع طيب مسلا لو رحنا على موقع زي موقع فري باني جي برضو لو اختارنا هنا مسلا كتبنا في عالمة السيرش بيحولك لموقع تاني نكتب له برضو بكلمة ماذر يجيب لك صور برضو لو حديك اخترت صيغة الفوتوشوب او صيغة هيجي لك بفلوس لكن صيغة البي ان جي هيجيبها لك مجاني عشان انت ما تقدرش بعد كده تاخدها وتعدل عليها على برامج الكمبيوتر المختلفة آآ فانت بتنزلها بالصيغة اللي هي العادية اللي هي البي ان جي وناخدها برضو كده كت بتنزلها ببي ان جي وترفعها على موقع زي موقع كنفا وتبدأ في التعامل معها نجابها لنا برضو بصيغة البي ان جي الخلفية شفافة نقدر نشتغل عليها بكل سهولة نروح بقى على موقع كنفا ونقول له بقى عايزين نبدأ التصميم هتيجي هناك تعمل كريات ديزاين موقع كنفا بيمتاز آآ بالسهولة جدا ممكن هايك تحول اللغة عربية من الترس اللي موجود هنا دلوقتي بتضغط عليه يحولك على الخاص بالموقع بتيجي هنا على تختار اللغة اللي حتاك عايزها بقى لو اي لغة لو مسلا حالاتك بتتعامل باللغة الفرنسية زي المغرب مسلا تقدر بقى تحول اللغة الفرنسية تحول اللغة الانجليزية تحول اللغة العربية اللغة اللي حتاك عايزها بتقدر انك انت تحولها من الترس الموجود هنا دلوقتي تحول اللغة زي ما انت عايز. فانا هاجي كده على هنا. ويقول لك بقى انت عايز تصمم ايه? فانا اختار مسلا تي شيرت اللي هو اكتر حاجة احنا بنشتغل عليها عشان نشوف هنقدر ازايد بعد كده نرفع تي شيرت ده على موقع زي موقع زازل. اول حاجة بيجي معك التصميم بالشكل الموجود دلوقتي. اه لو بدأنا التصميم على طول بعد كده الخط الازل اللي ده بيتشال وبعد كده مش هتشوف. هتبقى حاس نفسك يعني لازم تركز جدا عشان تشوف التصميم داخل المربع ولا برا هنا كده يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي اتشال او ببشي ايدينا بيتشال الخط الازلاء وبيلغوش عليك ما تقدرش تشوف. فاول حاجة تعملها هيجي على الـ background تضغط عليها. وتختار background. زي ما احنا شايفين كده انا اخطاء بحب دايما اشتغل على لون الاسود عشان يبقى يكون كل حاجة واضحة. اول لون الابيض لو كانت الخلفية بتاعت الموقع غامقة شوية كنت اشتغلت على لون الابيض. لكن عشان هي بيضة فمش هنفعة اشتغل الابيض فعملتها اسود. بعد ما اخترنا الخلفية اللي موجودة قدامنا دلوقتي نيجي بعد كده نرجع نطلع فوق تاني ونعمل upload عشان نبدأ في تحميل الصور اللي احنا حملناها اه من المواقع المختلفة. نيجي هنا بقى upload media. هنا بيقول لك بقى عايزة من facebook ولا من drive ولا اقول له بقى device. من الجهاز بتاعنا. ونختار الصورتين اللي احنا نحملناهم عشان نبدأ في عمل التصميم الخاص بينا. طبعا دي صورة كانت متحميلة قبل كده. فدي الصورة اللي لسه محملينها حالا دلوقتي ال png ودي الصورة التانية اللي هي ال word. نضغط على هي كده ضغطتين. بتجيلنا على طول نقدر نكبرها. زي ما احنا عايزين. ونجيب بعد كده الصورة التانية. نحطها في النص. حابب بقى حديك تكتب حاجة مسلا. هتيجي هنا مسلا على كلمة text كده تضغط عليها. وبعد كده تضغط عليها تاني. يجي لك بقى هنا. فهنا مسلا هكتب mother. mother day. وتشدها بقى تطلعها فوق. هو هنا بيبدأ في رسم علامات المحاذاة الخطوط اللي احنا شايفين هكده دلوقتي. نقدر نتحكم في حجم الخط من هنا كده نزوده او نقلله. نقدر نتحكم في لون الخط نخليه مسلا باللون الاحمر. نقدر نتحكم في نوع الخط. تغيره زي ما حدك عايز. وهكذا في اه موضوع الخطوط هنا في تلات نوعات بتضغط عليهم. وتبدأ تجرب كل حاجات الموجودة دلوقتي في هنا دي كويسة برضو. تغير. في الخط زي ما احنا شايفين كده دلوقتي نقدر نغيره بكل سهولة. انا شايفين ده كان كويس. فده كده بقى التصميم. نقدر ان احنا نعرضه على مواقع آآ بيع التصميم. الموقع طبعا آآ وفيه هنا طبعا اوديو وفي فيديو لو حيك بتعمل بتعمل حاجات مثلا الافتر افكت زي الافتر افكت كده مقدمة للقنوات او الحاجات اللي هي انترو او كده. آآ ممكن تستخدمه برضو تستخدم الموقع في الكلام ده كله. آآ بس معزماه الدية بتكون بفلوس وفيه هنا بردو صور كتر بفلوس. الاسوب استمدعت موجود هنا بتيجي تضغط عليها زي الصور دي مثلا كده ده هنا كتبلك عليها بالخلفة دي عشان تاخدها لازم تكون مشترك في الموقع. هذه الصور دي بردو هنا برضو بpedوا يجب تكون دافع السور باقي جزاي. واكده في صور كتير جدا دي بيه هنا كتبلك في لي زي ما ما احنا شايفين بفلوس اللي هي عليها معالnas التاج دي بفلوس دي بلغة فتقدر حيك تتعرف على كل الحاجات الموجودة هنا دلوقتي العناصر اللي هو جيبها لك برضو عناصر ممتازة تقدر تضيفها داخل التصميم بتاعتك وتعمل التصميم اللي انت عايزه طيب دلوقتي التصميم هنا دلوقتي على خلفية زي ما احنا شايفين كده خلفية سودة مش خلفية شفافة الموقع هنا لا يتيح ليك انك انت تصدره بخلفية شفافة إلا إذا كنت مشترك بفلوس يعني عشان تقدر تصدر الملف ده بخلفية شفافة لازم تكون دافع فلوس للموقع فاحنا هنيجي على التصميم اللي حسانيناه بعد ما خلصنا التصميم خلص وطبعا ده مش تصميم ده كاتا جروبه تضغط على كلمة داونلود هنا هقولك بن جي لو حابب انك انت تعمل ترانسبرانت باكجراوند يعني تخلي خلفية شفافة ده كده بفلوس زي ما احنا شايفين حطناه علامة التاج فاحنا هننعزله زي ما هو كده من غير خلفية شفافة يعمله داونلود وبعد كده نشوف هنعمل في ايه احفظ الملف ونروح نشوف الملف بتاعنا راح فين cut ونطلع برة على الديسكتوب نعمل له بيست زي ما احنا شايفين كده دلوقتي جاي على خلفية سودا الصورة جت على خلفية سودا مش هنقدر نعرضها على موقع زي موقع زازل مثلا جاي على خلفية سودا فبنيجي هنا في موقع اسمه اا ريموف اميج بتعمله ابلود للصورة اللي حديك عايز تعمل لها ازال الخلفية يشيل الباكجراوند ويجيب لك الصورة بي ان جي من غير باكجراوند بعد كده تعمل داونلود للصورة اللي نزلت عندك بعد المشال الخلفية تعمل داونلود وتنزل عندك على الكمبيوتر بتعمل حفظ الملف اا بتنزل عندك على الكمبيوتر بعد كده تاخد الصورة من الملف الموجود داخل الكمبيوتر وتعمل لها نسخة بقى على الديسكتوب عندك او في اي مكان هذلك عايز تحفظها فيه وليبقى عندك التصميم بتاعك على خلفية شفافة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي كده التصميم بتاعنا على خلفية شفافة نقدر نروح على موقع زي موقع زازل مسلا ونقول له سل نبدأ في بيع التصميم بتاعنا هنا نختار بقى تشيرت يحولنا على صفحة التصميم يخرجنا عشان نجيب التصميم بتاعنا ده ما يبقى زازل دلوقتي نقول له هنا ونختار الصورة اللي احنا عملناها طبعا لازم يكون بقى تشيرت يعني تشيرت بقى اطفال تشيرت تحريمي تشيرت كده ما يكونش تشيرت رجالي وعليم الماظر دي زي ما احنا شايفين ده كانت صورة كنت بجرب قبل التسجيل زي ما احنا شايفين كده دلوقتي يجاب لنا الصورة زي ما احنا عايزين بالزبط سنقدر ان احنا نكبرها على اتشيرت ونزبط الابعاد بتاعتها نعمله كده يجب لنا اتشيرت زي ما احنا شايفين على خلفية شفافة نزلت على اتشيرت حضرك تقدر تصامل بقى تصميم اللي انت عايزه لكن طبعا يعاب على موقع كانفا ان احنا مش قادرين نتحكم في الخط مش قادرين نخليه ميل مش قادرين نخليه يعني من النص كده نتخله من النص ونصغره برضو الموقع يفتقر لكل حاجات دي مش زي برنامج وعمر ما يكون زي برنامج الموقع عليه خطوط كتير جدا حضرك تقدر تستفيد بها لو حضرتك حابب بس كلها بفلوس يعني الخطوط اللي هو منزلها لنا هنا تعتبر يعني خطوط بدقيقة جدا لكن لو حضرتك بقى حابب انك انت تضيف خطوط بفلوس مفيش اي مشاكل خالص تقدر انك انت تدفع وتجيب الخطوط زي ما احنا شايفين كده دلوقتي الخلفية انا فصلت الفيديو وسجلت تاني الخلفية السودة لما رحت بيها على الموقع اللي هو بتاع remove background الخلفية السودة فيها بعض الالوان تدخلت مع التصميم فيما تشاريتش كويس زي ما احنا شايفين كده دلوقتي جدت الخلفية السودة فحلقت برضو يعني لو لقيت حاجة زي كده حصلت معك لان الالوان اللي هي بتاعت الورد تقريبا متشابهة مع ال background اللي كانت بالاسود عشان كده ما تشاريتش كويس فاضطريت ان انا اغير الخلفية زي ما احنا شايفين خليتها لون تاني عشان اخدها على الموقع واشلها لنا تماما زي ما احنا شايفين كان دلوقتي التصميم قدامنا وحالك هتلاحز برضو ان انا فصلت الفيديو ورجعت سجلت تاني عشان اغير الخلفية وما ضيعاش وقت التسجيل اه اتمنى انكم تقدروا تستفيدوا من موقع canva موقع ممتاز وتستفيدوا من الجزء المجاني اللي عليه وبعد كده ان شاء الله لما حالك تلاقي نفسك بقى مشيت في التصميم وتقد تبيع اه تصميمك طبعا اه هو هنا بيبيع لك الخط او بيبيع لك يعني معظم الحاجات اللي هنا اشتراكات اللي هنا ممكن تلاقي حاجات بالدولار او باتنين فلو حالك هبيع تصميم على موقع زي ما هو خمسات بخمسة دولار فالاتنين دولار بالنسبة لك مش تبقى حاجة خالص انك انت تشتري خط معين او تشتري صور او تشتري حاجات بقام اللي هي موجودة هنا اللي هي مش مجانية اه اتمنى بعد كده حالك ان شاء الله تقدر تصمم على البرنامج الستريتور والفوتشوب وتقدر تطير تصميمك وتنزل بقى البرنامج عندك على الكمبيوتر اه ويكون اه يعني استخدامه احسن بكتير جدا من موقع اه شكرا لحضراتكم ان شاء الله اشوفكم في شرح جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته